جاهدين على مدار سنوات الصراع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل تكررت صفقات تبادل الأسرة بين الجانبين منذ الستينيات القرن الماضي حتى هذه الألفية آخر هذه الصفقات كانت صفقة أطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعات شاليتة الذي اختطفته حماس من رفح جنوب القطاع عام 2006 وأطلقت سراحه عام 2011 مقابل إفراج إسرائيل عن 1027 أسيرا من بينهم قائد حماس في قطاع غزايحيا السنوارة وفي أكبر عملية تبادل للأسرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية توصلت إسرائيل وحركة فتح في عام 1983 إلى اتفاق لمبادلة ستة جنود إسرائيليين خطفتهم قبل الصفقة بعام مقابل 4700 فلسطيني ولبناني كانوا في سجن أنصار في جنوب لبنان في عام 1985 أبرمت إسرائيل صفقة مع الفصائل الفلسطينية لاستعادة ثلاثة من جنودها اختطفتهم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبموجب الصفقة أفرجت إسرائيل عن 1155 معتقلا فلسطينيا وعربيا مقابل أطلاق صراح الجنود الثلاثة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت في المشهد قبل ذلك حيث خطفت عام 1978 جنديا إسرائيليا لتدخل منظمة التحرير الفلسطينية في مفاوضات مع إسرائيل لإجراء عملية تبادل وأدت في النهاية إلى أطلاق صراح 76 معتقلا فلسطينيا مقابل الجندي المختطف وكان ذلك في عام 1979 وقبل ذلك بعشر سنوات خطفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طائرة ركاب إسرائيلية تابعة لشركة العال وحولت مسارها إلى الجزائر فيما بعد أطلقت الجبهة الشعبية صراح الرهائن وأفرجت إسرائيل في المقابل عن 37 فلسطينية كان محكوما عليهن بالسجن بعشرات السنوات ترجمة نانسي قنقر